غموض يلف ملف التوتر الأمريكي الإيراني برمته حيث تسد ضبابية المواقف بين البلدين كل رؤية وتقطع كل تكهن عن طبيعة العلاقة الحقيقية بينهما فما تكاد تسخن بإعلان الجهوزية العسكرية ورفع مستوى التهديد حتى تبرد بالكلام المعصول الذي يتبادله مسؤول طهران وواشنطن بالأمس الرئيس ترامب وبعد موجة من التهديدات المصحوبة بالشتائم لإيران ينقلب الحال به فيصفها بالدولة المهمة والقوية اقتصاديا ويصرح بأنه لا يريد تغيير نظامها والمسألة كلها تكمن في منعها من صناعة الأسلحة النووية على خطة ترامب يعلن وزير خارجيته مايك بومبيو استعداد بلاده للتفاوض مع طهران دون قيد أو شرط لكنهما لبث أن تراجع عن موقفه مشددا على ضرورة القضاء على أنشطة إيران الخبيثة في الطرف المقابل يؤكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن إيران قد تجري محادثات مع أمريكا إن أظهرت الأخيرة الاحترام واتبعت القوانين الدولية بحسب رأيه أما وزير خارجيته محمد جواد ظريف أبدى تشاؤما من بوادر الانفراجة العلنية بين البلدين إذ أعلن أن التفاوض بين أمريكا وإيران ليس محتملا كثيرا لأن المباحثات ستكون استمرارا لمسار الضغط الأمريكي على بلاده موازاة مع الرسائل السياسية بين البلدين ثم ترسائل عسكرية على الأرض إذ أعلن الجيش الأمريكي أن قاذفة القنابل من طراز بي 52 وحاملة الطائرات التي أرسلتا للمنطقة في خضم التوتر مع إيران أجرتا تدريبا مشتركا في بحر العرب تضمن إجراء عمليات محاكاة لهجمات حقيقية أما المستشار العسكري الأعلى للمرشد الإيراني يحيى الصفوي فلقد حذر من أن 20 ألف جندي أمريكي بمرمى الصواريخ الإيرانية شد وجذب في حلبة السياسة بين متصارعين أتقنى تمثيل تبادل اللكمات والضربات التي لا تؤدي إلى منتصر نهائي طالما أنهما في مسلسل ذي أجزاء لا يريد المؤلف إيجاد نهاية لها